أسأل الآن كالتالي أنا عندي Most ARM Implementation يعني الآن ARM ممكن تطبق ARM Instruction Set نوعين يا إما 32 بيت بيسموها ARM Instruction أو 16 بيت بيسموها Thumb Instruction Set Thumb Instruction Set تمام لحد دلاً؟ أيها بالضبط 32 بيت و 16 بيت 32 بيت بيسموها ARM لما يحكي لك ARM Instruction معنة في هذه الحالة هو عبارة عن 32 بيت أما Thumb Instruction معنة 16 بيت تمام لحد دلاً؟ أسأل الآن أنا كالتالي بدي أحكي عن الريجستر فايل يعني الآن شو الرجسترات اللي بتعامل معهم مين هو ال ARM Architecture أو ال ARM Processor تمام؟ ألا كالتالي عندي أنا الريجستر فايل لما أحكي أنا الريجستر فايل يعني الآن أي داتا وين رح تلحط بالريجستر فايل بس الريجستر فايل هذا من شو بتكون؟ ريجستر فايل الآن ريجستر فايل بتكون من 16 بيت ريجستر ماشي؟ يعني أنا عندي 16 ريجستر كل ريجستر كل ريجستر 22 بيت طيب إذن حكينا أنا عندي كم ريجستر فايل أنا عندي في عندي 16 ريجستر إستاعي ساعر ريجستر 32 بيت تمام؟ أسأل الآن إعرفي 32 بيت أسأل الآن لو أجاني 8 بيت داتا أو أجاني 16 بيت داتا كم بنعمل لها؟ بنعملها extend ل 32 بيت شو بنعملها؟ extend ل 32 بيت يعني على سبيل المثال أجأ داتا معين هايها عبارة عن 4 بيت هيك بالطريقة هاي أسأل الآن شو بيسوي؟ الآن هو بدي تخزن هذا برجستر بس لكن 32 بيت لا مش 0 بعمل أعمل extend لآخر واحد رح أعلمك عليه هلا قدام يعني أنا آخر واحد بكرره بعبي الباقي فيه بنفس إشارة العدد الأخير يعني يا 0 يا 1 تمام؟ طيب الآن أنا عندي دائما لستاندر تعلق قرأنا اللي هو دائما بيكون خلنا نحكي الانستركشن بيكون هون موقع ال-RD ال-Register Destination هون ال-RN بيسموه هون ال-RM مشان تعرفي إنه هذا السورس الأول هذا السورس الثاني هذا ال-Destination إنه أي عملية النتيج رح تتخزن هون تمام؟ أسأل الآن أنا عندي القيم هاي قيم RN و RB رح تنقرأ من وين؟ من ال-Register File اللي يحتوي على هذو ال-Registerات من خلال البصز من خلال البص خاص بال-Source الأول من خلال البص خاص بال-Source الثاني يعني من خلال البص A أسأل بمثال هون رح ينقرأ قيمته من خلال بص B من وين؟ من ال-Register File اللي يحتوي على هذو ال-Registerات تمام؟ جميل أسأل الآن حكينا 16-Register الآن ال-Registerات شو هنا؟ عندي الآن مرقمات من R0 لغاية R12 هاي ال-Register R12 في عندي R13 وعندي R14 وعندي R15 هل ليكوا هون؟ أسأل رح نيجيه بالظبط R15 وفي عندي C-B-S-R Register خاص بالإفلاقات الآن كالتالي هون هذو بيسموه General Borbos Register شو بسموهن؟ رح نيجيها هاي General Borbos Register General Borbos Register General Borbos Register أسأل رح نيجيه الآن كالتالي أنا عندي هذا هذول هذول عبارة بقدر أسميه Special Borbos Borbos Register Special Borbos Register تمام؟ كل واحد ال-size منه 32-bit طيب جميل هذا الآن R13 عارفين هذا عبارة عن stack pointer stack pointer تمام؟ stack pointer أيوة اللي هو عبارة زي 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 قريب من ال-B-C رح نيجيه في ال-B-C هايو ال-B-C لا هاي ال-B-C program counter اللي بتتبع وين يقرأ تمام؟ أنا عندي هذا اللي هو وفيه عندي أنا إش اسمه L-R اللي هو link link register وهذا program counter program counter تمام؟ أسأل الآن أنا هاي هي الآن شو مننا نعرف شو وظيفة هاي general borbos register أنا بسميهم general borbos register إن استخدام عام استخدام عام تمام؟ لاحظة الآن؟ الآن كالتالي الآن شو فيه بدنا نعرف شو وظيفة اللي هو من الاستاك point register تمام؟ وشو وظيفة link register شو وظيفة program counter اللي هم الآن أنا عندي كالتالي بني جعل رجسرات أضول بعدين باجعل general borbos register